شكرا لك هارون أهلا بكم مشاهدين إلى أخبارنا المحلية وبعد الوقفة الميدانية لتلفزيون النهار على مستوى عدد من المناطق الريفية أثناء تساقطات الثلجية بداية هذا الأسبوع وتسجيل عزلة هذه المناطق التي بقيت تعاني كان للمسؤولين المعنيين رد مباشر من بينها ولي الولاية ومصالح الحماية المدنية الذي دعا للتحالي بثقافة التدخل والمساعدة الفورية في مثل هذه الظروف ميكروفون مرسلنا دياربون دابطا نحن نتمنى أن تكون ثولوج أخرى وأنا مستعدين باش نباتوا باش نديروا مراكز نقاط يعني حتى نوصل انطلاقات على المراحل تعمل خطط أرسك اللي كان يأكد عليه سيد الولي ويأكد على المعينة لي فيه ويأكد على الاتزامتها باش تكون مستقبلاً عنها ثقافة يعني لدى الجميع بلديات وإدارات التدخل في مثل هذه الحالات وبذلك يعني المواطن تعني أن يكون عنده ثقة في الإدارة تاو عنده ثقة في السلطات تاو تسبب دود الأرض والجفاف الجوفي لأبار منطقة الحرملية بأم البواقف كارثة مست عشرات الهكتارات التي كانت ستدير على السوق الوطنية بأطنان من القمح الصلب والفرينة محمد فخر الدين ترىي وأمينة بن عمان بعد تضرور حقول البطاطا وبنزارع الثوم والقمح ببلدية أولاد قاسم وسوق نعمان بأم البواقي افتكت ديدان الأرض بحقول القمح والخرطال ببلدية الحرملية فضلا عن الجفاف الجوفي بالمنطقة الذي تسبب في كارثة مست عشرات الهكتارات فيما يخص الموضوع تحفر الأبار رأنا خاسرين ثلاثة أبار السمرة هي بمنطقة هنا عمع لها الجفاف بلقيناش الماء وشي اللي كان عندي صوار دراني لحته هنا ودركها لم يبقى ليولو رأنا قاعدين غير ندورو الأبار التي كلفت الفلاحين مبالغ ضخمة لم تأتي بنتيجة بسبب عمق المياه الجوفية التي تتجاوز مئة متر فيما تبقى محاولات البعض لم تتعدى ستين مترا لتبقى طريقة جلب المياه للمواجع عبر الصهريج الحل الوحيد هنا الفراج فيه سبعين متر وطاحت لي في البومبا بقى نحضرها برك نحضرها اللي وحتيو اليوم والله يشربها كشوب اللي هنا يشرب بسيكيرنا كشوب اللي هنا نشرب بسيكيرنا وشربوا فيهم في هذا خاسر فيه قريب ثمانين مليون ثلاثة أبار وهذا اللي نعطيه من هي ثاني قريب خمسين وستين مليون ما قدر نجرك أنعدم وحيطات السقي المحوري بسبب جفاف الأبار التي فقط عشر على مستوى مشة الحراملية وضوحيها جعل الفلاح بهذه المنطقة في حالة بطالة مفتوحة بعد أن خسروا أموالهم دون الحصول على قطرة ماء في نفس السياق ورغم محاولات جادة تم تسجيلها على مداري السنوات الفارطة من طرف المستثمرين الفلاحين والمربين على مستوى ولاية التبسة من أجل تطوير قطاع الفلاحة والدفع به نحو التحصن إلا أن الأمور على المستوى الرسمي لا تزال حظ الساعة غير مواكبة لهذه الاستثمارات بسبب البيروقراطية والتماطل في تدسيد الوعود وبرامج الوصائية على أرض الواقع وهو ما خلق جوا من عدم الارتياح لدى الممارسين مرسلنا سليم دريد رصد التالي المستثمر الفلاحية ما يطلوش هالينا خلاص ومعلى بلهمش بنا الطول المرض مكانش دنيا تجرار في الالفين وتسعة جريت 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 حتى تعبت روحت القسنطين روحت كذا روحت كذا مكانش قال لك بدل المصير تركتورات جدد بدلنا في الالفين وثلاثة عش دفعنا دلنا البوند كوموند سلكنا دي بورسون لحد الآن ما استفدناش فهمت دنيا تسل العقود الامتياز في الفين وحداش ليفري موجود مخدوم كل شي باشي عسنيون عقل الامتياز ما حابوش يسنيون عطلون لمصالح إلى موضوع آخر وزر قرار بغلق مطار ثمانية مايه خمسة واربعين بيولاي تسطيف الذي سيكون يوم الخامس عشر مارس بسبب الأشغال وإعادة التاهي التي ستشمل مدرج هبوط الطائرات ومرافق أخرى من شانها تحسين نوعية الخدمات الموجهة للمسافرين هي أشغال تبنتها مديرية الأشغال العمومية التي التزمت بإعادة فتح المطار في غضون الأربعة أشهر بيات تقريب أكثر تفاصيل في ميكروفون مرسلنا فارس جيبا مهمة الأشغال العمومية في هذا المشروع هي أولا أننا ماذا بنا يكون فيها راحة ويطمئن النية من اسم المسافرين ومستعمر المطار وهذا الإجاز سوف يدخل في تدعيم تدعيم وسيررات الحركة لحركة الطائرات وكذلك راحة أكثر لكل المواطنين الذين يعبرونها عبر المطار الثمانية مايه سوف يتم إنجاز الأول من الأبيست في حداتها في أكثر أقل من خمس أشهر وتبقى إنجازة الأخرى في الملحقات المطار الأخرى سوف يتم إنجازها بعد فتح المطار إن شاء الله يعطي سكان منطقة القضاء الأهمية كبيرة لفصل الربيع فيتهيئون له بأعداد أطباق على غرار كسكس أذريس في ولاية بيجايا في عادة مرتبطة بأصالة هذه المنطقة متابعا مع صبر هنا عرقوب ونجمة بوكرش رغم طهات للأمطار طيلة اليوم وبكميات غزيرة فإن ذلك لم يمنع سكان قرية الماث بيجايا من إحياء عادة تنفرد بها المنطقة لاستقبال فصل الربيع والمتمثلة في عادة إذريس من خلال إعداد نساء القرية لطبق الكسكسي المفور على سبعة أنواع من الأعشاب البرية تحضير سكسو إذريس من طرف نساء القرية يبدأ بجلب الأعشاب السبعة من الغابة بالإضافة إلى زيت الزيتون والبيضة وما زاد فرحة وابتهاجا وحضور فرقة بوحفيفة التي رقص الحضور على مختلف الأنغام والإقاعات سكسو إذريس يعتبر مضادا حيويا لما له من منافع صحية كون نبتة الدريس نبتة طبية وسكان منطقة بجاية يتناولونها مرتين في شهر مارس لتفادي الأمراض الموسمية